اشتركوا في القناة السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته تحدثنا الأسبوع الماضي حول ضرورة أن نتعرف للأمور التي ينبغي أو يستحسن أو يفضل أن نطلبها من الباري سبحانه وتعالى وهي الأمور المعنوية بعض الأمور المعنوية طبعا بالأمور المعنوية عندي بس ملاحظتين صغار قبل ما فوت بالشوية التفصيل الأمر الأول كل إنسان في بعض المسائل التي قد يراها مناسبة لحاله دون مسائل أخرى ويمكن أن يعتبرها مفتاح التقرب إلى الله سبحانه وتعالى مثلا ممكن واحد يطلب من الباري عز وجل أنه يرزق بالثبات على ولاية محمد وآل محمد مثلا ممكن إنسان يطلب من الباري سبحانه أن يرزقه الإخلاص ممكن إنسان يطلب من الله أن يرزقه حب الباري عز وجل وحب من يحبه الله إذن كل إنسان يمكن أن يحدد لنفسه كمدخل مفتاح إذا بدكن للأمور المعنوية التي يتقرب بها إلى الباري سبحانه وتعالى لكن بالعموم الذي يمكن أن نتعرف من خلاله إلى الأمور المعنوية وما هي الأمور المعنوية التي تقدم على غيرها هو النص القرآني ورواية المعصوم هو ممكن لسان العصمة أن يدلنا على الأمور المعنوية وكيف نطلب الأمور المعنوية الأمر الثاني الذي أود أن أؤكد عليه بأنه في المسائل المعنوية حضور القلب أمر ضروري لا يمكن أن نطلب مسائل معنوية وحينما نقول معنوية يعني قلبية يعني إلا تأثير بالروح إلا تأثير بالنفس ونحن غافلون أو قلوبنا ميتة من المفترض أن يكون هناك حضور قلبي حتى نطلب هذه المسائل المعنوية وبإلحاح من الباري سبحانه وتعالى الآن خلينا نتحدث حول بعض المسائل اللي وردت بالأدعية ونشوف كيف يمكن أن نتوقف عندها في الجوانب الرزق المعنوي في جوانب الرزق المعنوي منها في بعض الأدعية بيقول أخلصني بخالصة توحيدك أخلصني بخالصة توحيدك طبعا بالمناسبة بس تقول شيء أن الإخلاص في بعض المرويات هو سر من أسرار الله وأنه سر مكين وأنه ما رزق العباد بأقل من الإخلاص بمعنى أنه أدمهو شيء عزيز أن يهدى للناس أن يرزق به الناس أيضا أمر عزيز هو يكون لأولئك الذين جاهدوا أنفسهم حق المجاهدة ليصلوا إلى مرحلة الإخلاص ومن الواضح أنه أي عبادة أي عمل أي تعلم أي تعليم أي شأن من شؤوننا العبادية أو الحياتية حينما يكون الإخلاص حاضر فيه بصير إليه نكهة أخرى بصير إليه مضمون مختلف بصير إليه عمق مختلف بصير إليه روحي مختلف فإذا مسألة الإخلاص مسألة بالغة الحساسية في موضوع التقرب من الباري عز وجل من هنا نعم هو رزق يطلب من الله سبحانه وتعالى لكن الله هون عم بيئله أخلصني بخالصتي توحيدك ما هو خلوص التوحيد فإذا طلب شو هو الإخلاص الإخلاص في ماذا الإخلاص في خلوص التوحيد ما هو خلوص التوحيد وكيف يحصل خلوص التوحيد هو التوحيد العملي حينما يكون مش النظري مش المباحث النظرية اللي منطرحها اللي منتعلمها لإذا انفتحت لنا بتفتح قلوبنا على البعد العملي لا هو يطلب الثمر يطلب أن يكون هناك توحيدا عمليا لكن كيف يحصل الإنسان هذا الخلوص العملي يعني هذا الإخلاص العملي هذا التوحيد العملي كيف يحصله قبل التوحيد العملي لا بد وقبل الخلوص العملي لا بد من التوحيد العبادي لأن واحد من المسائل اللي نحن ما كتير بالتقصمات من انتباه لها عادة بس نحكي عن التقصمات من أول في عنا توحيد نظري وعنا توحيد عمل من الأمور التي ينبغي أن نراعيها في التقصيم هي مسألة التوحيد العبادي أن الإنسان لا يعبد إلا ربه وأن يكون ربه هو الله وأن يكون ربه هو الله لأنه ببعض الأحيان نحن قد نلتزم بأمور ضد طابع تشريعي لكن توجهنا بالواقع هو لمصلحة أنفسنا بمعنى نفسنا هي التي تحضر هوانا الذي يحضر هذا كأنما يعبد نفسه كأنما يعبد هواه أو مثلا شوه الرياء الرياء هو أن نستميل قلوب الغير في عمل إن الله يريده إنه الله بده مني أعمل هاك بقول أني بقول ألتزم فيما طلبه الله مني لكن ليس ابتغاء وجه الله بل ابتغاء ميل وجذب قلوب الناس إليه هذا نحو من العبادة لا تتوجه إلى الله هذا الإنسان حينها يكون ربه هو غير الله سبحانه لذلك في العمل العبادي الرب الذي نعبد ينبغي أن يكون هو الله في شيء أحيانا لازم تلتفتوله كثير منيح كثير منيح بعض الروايات تشير من أصغى إلى مرئ فقد عبده وهي شغلة تستحق التوقف عندها ماليا إنه إذا واحد كان مسلم كل أموره لشخص شو بيقول هذا الشخص أنا بلتزم لا لأنه مرتبط فيه معلق فيه سواء كان عم بيقول صح والله غلط بالنسبة لإليه هو صح كأنما أعبده من أصغى إلى مرئ بهالمضمون من أصغى إلى مرئ فقد عبده شو يعني الإصغاء مش الاستماع مش موضوع التصديق لا أن يسلم أمره كل أمره إلى فلان من الناس الشي اللي بيقوله خلاص أنا بعمله لذلك مثلا وحدة من الوجوه اللي فيها عبادة غير الله هي الاستماع إلى الزعامات شو بيقول الزعيم خلاص كلنا من التزم يعني مرة بيكون الزعيم عم بيحكي بما يرضي الله فأني باعتبار العلابتي بأله عم رد علىه مرة لا هو استقلالا أنا عم رد علىه هو استقلالا أنا أتبعه استقلالا يعني لأنه هو هو هذا نحو من أنحاء العبادة لغير الله لذلك في الأمور التي تواجهنا في حياتنا العبادية أو في حياتنا العملية ينبغي أن نكون حريصين على أن نتوجه بالإخلاص شو الإخلاص؟ الإخلاص هو أن تنقي نفسك من أي شوب آخر من أي خطأ من أي مشاركة من أي مشاركة أخرى لله سبحانه وتعالى من إما أجت هذه الجهة جهة المشاركة من النفس من الهوى من الشيطان من الناس من الوسوسات من التأثر من الأعجاب من وينما أجت؟ الإخلاص هو خلوص في النية بحيث لا يكون في نيتك إلا الله سبحانه وتعالى فإذن نحن في عنا الجانب المرتبط بالعمل يعني بالتوحيد العملي ينبغي أن ننطلق من العبادة بعد العبادة نصل إلى التوحيد العملي أن لا يكون في حياتنا إلا الله هلأ هون بكن تنتبهولي شوي قد يكون هلأ اللي راح أحكي مبحث طابعه طابع نظري بس إذا شوي تمع عنا فيه ثمار العملية بلا شك أنها ستكون كبيرة إن شاء الله بلا شك ثمار العملية بتكون كبير لذلك بكل الأحوال شوي لتفتولي بالله اللي بدي أقول أنا جيد بدي ألتزم أو مثلا كنت من أبوين مسلمين والآن التزمت كيف التزمت طيب ما أنت مسلم يعني أنت تحت خيمة الإيمان بالله عز وجل على هدي رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم إيه هذا شي والالتزام شي آخر شك نحن نفرق بين الأمرين مسلم مسلم يعني من أبوين مسلمين وأنه إذا بدنا نستصحب وضعه فمنقول هو ناطق بالشهادتين ومعترف بهما لكن في يقول أنه قد دخل إلى الجانب الاعتقادي والتشريعي بالدين لا بعد ما في يقول وقت اللي إرادته بتشتغل لا يدخل في الإطار الدين يعمل يلتزم 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 بالإطار الدين بساعتها بسميه ملتزم ببلش ينحك أنه مؤمن ولا مش مؤمن درجات الإيمان إذا كانت مثلا متفاوتة ممكن واحد يكون بالدرجة الأولى ممكن واحد بالدرجة الثانية ممكن واحد بالدرجة العاشرة إلى ما هناك من المسائل الضرورية في هذا الشأن هي القناعة والقناعة التي تحصل تحصل من خلال الأمور الاعتقادية من خلال الأمور الاعتقادية بيروح للمسائل العقائد أنه مثلا شوفي عنا عقائدنا في الإيمان في الإيمان بالمصدر وجودنا الذي هو الله بأن كل ما لدينا هو من الله عز وجل توحيد ونحن كشيعة أو بعض الفرق الكلامية بسموهم العدلية ونحن منهم يعني يؤمنون بصفة العدل كأنها أصل من أصول الدين نقول بالعدل طبعا مسألة العدل إيمان بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو إيمان يستبطن الإيمان بنبوة كل الأنبياء من قبل ثم أن النبي محمد سلم الأمانة إلى من أراده الله عز وجل أن يسلمه إياها لهو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ومنه كانت سلسلة الأئمة الأطهار ثم أننا نؤمن بيوم القيمة نسمون الأصول الخمس الأصول الخمس طيب خلينا بالأصل الأول التوحيد بالتوحيد في الجانب النظري الابتدائي الأساسي يعني أول ما بدك تبلش أول ما بكن تبلش في شي لازم نتعلم كلنا بهذا التوحيد هو أن كل أصل من هذه في شكلتان لازم نتعلم كل أصل من هذه الأصول يأخذ مشروعيته ومعناه من التوحيد يعني وقت منحكي عادل إذا ما فيه توحيد ما منفهم شو يعني العادل إذا ما منفهم شو التوحيد ما منفهم النبوة ولا الإمامة ولا اليوم الآخر إذن في فهمنا للتوحيد يوصل إن فهمنا للتوحيد يوصلنا لنعرف ونفهم معنى أي أصل من الأصول الاعتقادية متفقين له ها فيه خلاف الظهر ما فيه خلاف طيب النقطة الثانية اللي لازم نعرفها بأن الأمور التشريعية المسائل الواردة في الإسلام من أوامر ونواهي من سنان من يجب ولا يجب من مكروه مستحاب من من كل المسائل نلتزمها بصراحة لا لذاتها بل لأن الله يريدنا أن نلتزمها هذا توحيد لو أن بيوصل إلى الجانب العبادي اللي بيدلف لأنه في الصلاة كيف يصلي وليش بصلي ليش حلال وحرام مع عباد وقت اللي بروح لمسالك حياة اليومية هالعباد مع هالتوحيد بيأثر بالجانب العمل عندي بيأثر بالجانب العمل فإذا ليه بتحجوا كل بساطة لأنه الله بده ينحج كل هاي النعاشات اللي بتسمعوها يوميا بلايكم في جملة دايما بتتردد اسمها أن الشيطان يكمن في التفاصيل طيب لو نطلع من الشيطان شو من نعمل نطلع من التفاصيل يعني هلأ مثلا اللي متصدين منكم لبعض الأمور العامة بهال الجدل اللي اللي له علاقة بالديني واللاديني دايما بيورق معهم تفاصيل إذا بترأبوها كلها رايحة باتجاه مش المعتقدات رايحة باتجاه الأمور الشرعي الأرث المرأة والرجل الأسرة الحضانة الصوم الصلاة الحاج هلأ في شغلات شغلات شوية عم يتركز بالفترة الأخيرة عم موضوع المرأة والأسرة لأنه واضح فيه استهداف يعني بصراحة على خلية نحكي فيه استهداف واضح أنه المقصد منها كسر إطار شيء اسمه الأسرة في الإسلام كل بساطة لأنه يعني وهني على فكرة عن شطار عم يعملوها لأنه باليوم اللي الأسرة فيه بتنضرب بالبيئة الإسلامية ما فيه مجتمع إسلامي ما بيبقى فيه مجتمع عارة أي بيئة أي مجتمع أي ديانة أي ديانة نمط الحياة هي الأصل فيها نحن نمط الحياة الديني لدينا مبنية على الأسرة بس تنضرب شو بيبقى بس بالأول كانوا ما يخلوا شي ما يحكم أنه مثلا إذا بتقوله للواحد مثلا أنت وماشي بالشارع طب مكروه مثلا تأكل حكم مكروه بالشارع بالسوق بالأسواق طبعا هلأ هدا يعرف إذا هالجير بيعرف أنه مكروه ولا لا بيعتبرو يمكن مستحب أنه شغيل يعني بيركد طب أنه مكروه طيب أول سؤال طب لم يكروه دائما قال تحت عنوان أنه يستفز لي العقل لحد يصر عندي أنه قدرة على التفكير في هاي لاش هلأ هو بتبلش العالم تفكر لكم أنه مثلا الكلب نجيس أنه مثلا الخنزير ليش يحرم أكل يحرم أكل لحمه أنه لازم لازم يكون مثلا مذبوح لحت وبيبقى اللي شيفت كل صلا المتدينين يساعدوا عحال يعني أنه أنه الدم وبيبقى فيه نسبة باللحم طب وقاموا وصفوها وظبطوها علميا وطلعتنا فيها دم اللحم بتيكل لا ما بيكل فإذن لاش لأنه الله قال صراحة أنا قبل ما أعرف أنه بيبقى فيها دم ولا لا أنه لحم الخنزير فيه مش عارشو جرثومي ولا ما فيه جرثومي قبل هوا كلهم الله قال أنت أني التزمت فإذن لنطلع حقيقة هي هاك ولنطلع من التفاصيل يجب أن نؤسس على الجانب الذي فيه بعد اعتقادي أمر الله هذا أمر الله من حقه أن يلزمني ويجب علي أن ألتزم فإذن هذا أمر البارع عز وجل إذن المسار هكي يمشي لهن نحن متفقين هل أنو إياكم من أن نشتر على مسار مختلف دعيني يسمي هذا المسار هو مسار تحصيل الإيمان يعني كيف الإنسان يكون فائت على الدين شوي شوي لا يبلش يحصل حالة الإيمان فإذن بأسس نفسه عقائديا بيعمل عقد نفس بين وبن نفسه عهد نفس بين وبن نفسه أن يلتزم بما يأمره به البارع عز وجل وينتهي عما ينهى الله سبحانه وتعالى عنه بصير بمارس الأمور العبادي ويعيد كل الأمر إلى الله سبحانه هذا المسار هو مسار الذي يدخل الإسلام بغية أن يحصل الإيمان بمعناه الشرع في طريقة أخرى تبدأ من حيث ننتهي نح بتبلش من حيث ننتهي خليني أفترض أنه هون وين انتهينا أني قد أصبحت عبدا لربي عبد بمعنى عابد لربي مطيع مسلم لأمور لربي هلأ شو بدي حصل بدي حصل الإخلاص مش إلنا إنه الإخلاص رزق وإنه ببعض الروايات إنه هو سر من أسرار عرش الله وإنه ما وزع من رزق على البشر أقل من الإخلاص أنا عندي طموح أن أحصل الإخلاص من أين أبدأ من حيث انتهيت حينما أردت أن أحصل الإيمان يعني من وين العبادة مسألة العبادة بشو في بالعبادة أن تكون كل عبادتي لله له فإذا التوحيد العبادي من التوحيد العبادي لون بوصلني إن التوحيد العبادي يأخذني نحو التوحيد الأفعالي شو يعني يعني كل ما في الحياة هو من الله بحيث أني لا أمتلك لنفسي حقا ولا أمتلك من نفسي حولا ولا قوة إلا بالله إن أراد أن يذلني أذلني وإن يراد أن يرفعني يرفعني وإن أراد وإن أراد بصير كل هذه الخضور الإلهي هذا التوحيد لأن شو هو بس ينحك عن الأفعال الأفعال يا أخوات وقت ينحك بعالم الصفات والأسماء والآخر بيقولوا إنه في الصفات الأفعالية شو هي الصفات الأفعالية حدا من كون يتذكر شو هي هي الصفات التي نعرفها من من فعل الله في الحياة مثل الرزق مثل المحي المميت هاي المسائل هاي الشغلات فإذن هذا يأخذني أن كل هذه الحياة الواحد الأحد فيها هو الله هون لو هم بكون عم بعمل شو عم بعمل بكون عم بروح باتجاه التوحيد الذي فيه الإخلاص تمام الإخلاص لأن شو قالت الدعاء أخلصني بدي حصل هاي حالة أخلصني تمام الإخلاص فإذن نبدأ من العبادة ثم من التوحيد الأفعالي ثم نبدأ من التوحيد الأفعالي من نطلع لو أنا من نطلع للشيء الذي يمكن أن نسميه بالتوحيد الصفاطي أو لا الأفعالي الصفاطي شو التوحيد الصفات هو أن الله عز وجل حينما التفت إلى الوجود بصفات ما منها الرحمة منها الرحيم منها المالك منها 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 كتير من الشكلات اللي أنتو بتشوفوها طبعاً بكنت اللي تفتولك هيدا عالم الصفات وقت اللي كنا رايحين لنحصل الإيمان كنا كيف عم نفهمه بالمرحلة الأولى الضبوط اللي هي الاعتقادات أن الله عز وجل كل صفة من صفاته هي عينه ذاته مشاك؟ هيدا الدرس العقائد هلأ درس عقائد بس شو مشلباً أكتر شوائي من الموجود بالكتب لأنه ما مدنك يعني بالكتب كتير منقرأ بالأدلة في ضحفة بالحقيقة وهذه لازم لازم تصير مناهجنا الدراسية تتعود أن تتعامل مع البعد الاعتقادي بأنه في جانب تهذيب للنفس يعني مش بس برهان ودليل طب حصلت البرهان اللي بيخليني سكت اللي عم بيناقشنا وأني أقتنى بعد هاك كيف برسخ القناعة من هيدا الدرس العقائد اللي لازم يمارسه كيف بيقدر يعني مثلا بيجي أنا بقول أنه التوحيد هو أنه مثلا صفات عين الزات طب ما بدي أقدر أتصورها هاي هذه من الأول نحن لازم نربي أنفسنا عليها من البدايات نحن ومن وعن نطلع باتجاه النبوة والعدل وإلى ما هنالك هلأ نحن راجعين نرجوع الصفات يعني لازم أفهم أن كل حقائق هذه الموجودات ترتبط بعالم أفقه أعلى وأن الله هو الواحد الأحد في كل هذه العوالم كيف لا أنا أعرف كيف ولو وظيفتي أني أقول كيف بس من باب الإشارة الآن الإشارة إلى كيفية تحصيل الخلوص في الإخلاص بالتوحيد فإذن من التوحيد العبادي الأفعالي ثم الصفات إلى أن نوحد الذات شو أنه وحد الذات يعني لا شيء إلا الله بس هلأت ما في إلا الله يعني شو يعني هلأ ونحن شو هون هون هذا مخص بصراحة هلأ تعالوا حتى اللي نحكي هلأ بين بعضنا يعني بصراحة بصراحة هذا شي ما له علاقة بال بالدردش بالناس هذا شيء له علاقة بالوجدان من جوه عند الإنسان كيف يمكن أن يستحضر نفسه بين يدي الباري عز وجل فيوحد الزات الإلهية بحيث أنه لا يرى إلا الله عز وجل وهي الرتبة الأعلى التي هي مطمح كل نبي وكل غصود وكل ملاك عظيم ومطمح كل إنسان مقلص وكل شهيد هذا هو التوحيد في مسألة الزات التوحيد الزاتي إذن مش من منظارهم ما بيعود من منظار العقل وعلم الكلام والفلسفة والحكمة بل يصبح من منظار تهذيب النفس والعرفان العرفان لذلك المسألة الأولى الأساس لدى العرفان هو مثل هذه النتيجة فإذن أول رزق نطلبه من الله هو هذا الرزق بيستحق أنه نطلبه من الله ليك بيستحق لسببان لأنه شيء عظيم ولأنه نحن إذا بدأنا ننترك يعني لأدراتنا ما بنوصل إن لم يكن هناك لطف منه سبحانه هذا الأمر لا يمكن لنا أن نصل إليه أو أن نحصله رح أذكر بعض هذه النقطة الثانية وأتوقف عندها الطلب الثاني هو الوارد في مناجات الراربين أتيتك طامعاً في أحسانك بالله عليكم شو أكتر شيء بهذه العبارة لفتلكم نظركم لا إليكم بتعرف شو أنا مش رح أحكي شيء اليوم بدي أسمع منكم بس أتيتك طامعاً في إحسانك شو أكتر نقطة طامعاً شو بعد جئتوا إليك طيب اللي قال طامعاً من اللي قال طامعاً بالبداية الأخوات ليش لفتت لك نظرك هاي الكلمة ولاحظوا أنه كلمة الطمع بذهنيتنا هي كلمة سلبي إلا بموضوع الدين بصراحة هي في شيء يعني أنا ما كنت شوفه كتير هاي بعض المصطلحات القبل خاصة بالروايات كانوا يعبروا عنه بالمطمع هو المرادف اللي هلأ كلمة بنستخدمها هي الطموح الفرق أنه كلمة الطموح لها معنى إيجابة دلالتها إيجابية الطمع لها دلالة سلبية ولا شو الطموح هو طمع في الوصول إلى أمر إلى أمر إيجابة إلى أمر حسن إلى أمر مستحسن محمود يمكن لنا أن نحمده فإذن وقت للإنسان بده يطلب من البارع عز وجل الطلبات اللي على الخفيف عن جد أنه يعني أني من واحدة الناس بستقرب له أنه طب لا أنه عم تطلب على الخفيف لاش هلأ ممكن واحد يقول يعني فيه سببين لأن الواحد يطلب على الخفيف إما أنه يعتبر أنه أنا هل أدي حاجتي أو أنه يعتبر أن الجهة اللي يطلب منها لازم يكون موضوعي يعني قداش بلا تعطي إذا كانت للنقطة الثانية أنت عم تطلب من الله من الله يعني عم تطلب من اللي عنده خزائن السماوات والأرض والغايب من الله عنده كل شي طب ما هذا هبل عفوا بكلمتي أنه واحد عم بيطلب من اللي عنده كل شي قال شكله هاك على الخفيف يا رب يا رب وبتبلش بك يا الله وبمحمد إيه شو بدك شي محرمي هاك لأنه مجرب شو هالشغل العظيم يعني قصدي لا ما بتتناسب ما بتتناسب شو ظهر ذكرتكم بالمحارم أنه ما بتتناسب أو أنه مثلا واحد هو مثلا بيعتبر أنه يعني أنه شو يعني أنه عندك كل شي هذا الإحساس بأنه وكأنك أنت تمتلك فبتقوم يا الله عم تطلب طلب خفيف لا يا بتطلبوا لا يا بتطلبوا كل شي كل شي كل شي كل شي كل شي يا ما تطلب قالوا له أنه علمك بحالنا يغنينا عن السؤال لأنه أنت بتعرف نحن شو بدنا وهذا غاية الطمع بالمناسب أنه بيكون الواحد هاك بده شي اللي بيعرف واللي مستحضر واللي مش مستحضر إذن مع الله ينبغي أن يكون المطمح كبير جدا بس هون بكن تلتفته في علاقة أكيد ما بين رح أحكي عنا بعدان نعتبره هلأ درسنا خلص هلأ دردش في علاقة أكيد ما بين الطموح الطمع وما بين الرضا وما بين الرضا أنه أنا شو ما بتعطينا بإلك الحمد لله لكن هذا مش معناته أبدا أني ما أطلب منك وأني يكون عندي طمع بعد باللي عندك إذا كان البارع عز وجل لا متناهي فينبغي أن يكون الطلب لا متناهيا شو طلب منه هون شو طلب منه هون الإحسان إذن أدش الإحسان شكل كبير وقت اللي بتكون في طلب هو الإحسان وهو طلب من هذا العظيم المالك إذن ما هو هذا الإحسان الذي يحتاج إلى كل هذا الجهد هذا الذي سنتحدث عنه إن شاء الله بالأسبوع القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر